نخلص من القضية دي شايف المعارض القندوسي للبيع وانت سمعت عن إدارة لسكابتنج قبل كده؟ لا أقوة بس شوفنا لها شغل هذا الشغل الناس هتنتقد ونسحت تسلم وحيتم تطويره وتم تطويره إلى حد ما واخد بالك وميستر كولر قاعد مع هاني رمزي مع لجنة التخطيف مع الكابتن واتفعوا على الموديل اللي هو البيانات اللي حب يقراها في التقييم عشان يستكملها له واتصبح اللعيب جيلك بشكل علمي إيه سبطوا إيه؟ ما شكلوا إيه؟ الأتيتود بتعمل إزاي؟ بيتخانق؟ بيتطرد عليه أحكام طبياً عرض القندوسي للبيع قرار صائب؟ لا ده قرار بص أنا لا أناقش احتمالات النادي خدها عرض القندوسي للبيع مش معناه أنا كسبته في فرق لا فاهمني الله خليك يعني أنت ممكن تيجي تقول إيه أنا عايز عدل القيعي لا أنا محتاج عدل القيعي طب لو جعل عدل القيعي وبعد ما أنت مقتنع أن العلاقة بقت مش مريحة قوي عرض قويس يفيدك ويفيده وها حق باله طب أنت مهو أنت بس المشكلة أنت أصلا عندك مشكلة في عدد اللعيب الأجابي ده موضوع بقى يتحل فيه طرق كتيرة وكبت يعني من ضمن الأفكار أنك اللعيب الأجناب اللي يقبل التجنيس تجنسه ما عرفتوش تجنسه عليه معلول ما هو أنت كل العيب في الآخر ده مرتبطة به ليه لأنه بياخد جزء من الدخل بتاعه ويشتري به أصل من الأصول طريقة أنك أنت تكتسب الجنسية في العالم كلها معروفة انك تشتري حاجة كامل. مثل عندك امل انه ممكن قصة الجنسية المصرية المعلومة تشتري. مش مش سيبك من اتمنى. اه. ما كلين انا اتمنى. لكن ما كانتش عالي حتبقى بغيره. اه. يعني انت زرائد. اه. ماشي. ان انت عندك لايه مش عالي ستفرط فيه. اه. وفي دولة حتى نظام حتى قانون. نعم. تستفيد منه. نعم. اه. في شركات. اه. تواصلت معنا وكلمنا انها تخلص لك الليلة دي. فعل. اه. اه. بيجنس. طيب. اذا موضوع قندوسي قرار. انت شايف انه النادر اهل اتخذ الطريقة الصحيحة. احا. مش اتخذ. انت ساعد بتبقى. او سلكة. اه. انت ساعد بتبقى مضطر لقرار قاسي. كنت تتمنى الا تتخذه. نعم. لقد كده يعني يعني آسف جدا. افغض الحلال عند الله ايه. الطلاق. والنسبة تطلق. نعم. مع انه بغيب. نعم. هل ده قرار صح? نعم. لكن قرار قد تفرضوا عليك الظروف. نعم. البعض يستخدمه باستهتار. انت مواجب بالقندوسي مقتنع بيك العيب. انا شايف انه العيب كويس. ربما تكتكيا ما ينسبش بعض المدربين. ومدربين تاني تقولك لا انا مش عايز منه الكلام ده كله. انا عايز منه الحتة اللي انا شايفها دي. حسب المدرب عايزين من العيب.